اشتركوا في القناة وعدد من مزراء العمل ورؤساء وفود الدول الأعضاء بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية واستعرض الوزير حميدان أحدث المبادرات الريادية التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للعمال فضلا عن الجهود التي تبذلها البحرين في مجال تطوير وتحديث النظم والتشريعات لتحقيق المزيد من المكاسب العمالية في المملكة مؤكدا أن ما حققتهم البحرين من منجزات عمالية مشهودة إنما جاءت بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدة والسياسات والبرامج التي تطلقها الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ومساندة سمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي كان لها الأثر البالق في تعزيز بيئة العمل المنتج وربط هذه المبادرات بأهداف التنمية المستدامة المعتمدة لدى الأمم المتحدة ومن جانبهم أبدى كبار المسؤولين ورؤساء وفود الدول الأعضاء في مجلس إدارة المنظمة إشادتهم بالمنجزات والمكاسب العمالية المتحققة بمملكة البحرين ونوعية المبادرات التي نفذتها المملكة لتطوير سوق العمل البحريني بما يحفظ حقوق أطراف الإنتاج والتي تعتبر أنموذجا يحتذا على مستوى المنطقة اشتركوا في القناة